ايه ايه انا اندي خلية بها انفكشن هاذا الخليل بها انفكشن ما تريد تريد طلبه النجدة تريد ايكوفاد يوكوسيت او لازم تريد استجابه مناعيه على موده تخلصه من هذا الانفكشن لازم تريد اليوكوسيت تجي الهذا المنطقة رح ساور اتودي النجدة اللي هي هذي شوف هاي الاشارات هذي الاشارات رح ناخذها بعدين ان شاء الله بنهايته هذا السشين اللي هو شنوة يعني بيها أنواع أما سيتو كاينيز أو الكوبليمت سيستيم يعني إلى آخر راح ناخدها بنهاية السيشن ونشوف شنو المهم هذا الإشارات تنتقل من الخليل اللي بيها انفكشن إلى الوعاء الدموي على متوقع تحفز للوعاء الدموي على جلب أو يعني إيه جلب كريات دم بيضاء إلى هذا المنطقة على مدى تسويه لعملية رسبونس أو إميونيتي رسبونس عملية أو استجابة مناعية زيان إجتني هذه النجدة زيان أو الإشارات إلى الوعاء الدموي راح تحفز لها راح تحفز لها على إطلاق تحفز لها على إطلاق شنو على إطلاق ما يعرف بالسيلكتين السيلكتين هي عبارة على رسبتارات موجودة داخل الوعاء الدموي تعمل تعمل على جذب أو يعني تقوم بتكمش لكريات دم البيضاء مثل ما تلاحظون هذه عملية الالتساق شنسميها نسميها بالمريغريشن يعني من هذا السيلكتين تلتسق أول ما تلتسق وي كريات دم البيضاء يسميها بالمرجنيشن وراء ما تسقط كريات دم البيضاء وراء ما تسقط فوق رسبتارات دين السيلكتين اللي هي المرجنيشن راح تحفز لعملية الرولنج شنو الرولنج؟ الرولنج معناها أنه كريات دم الحمراء البيضاء العفو بعد ما تسقط بالسيلكتين راح تبقى الدور حول نفسها مثل ما تلاحظون قدامكم راح تبقى الدور حول نفسها تسمي هذه العملية بالرولنج ليش؟ يعني هسا أنت من تجيك مثلا يعني أي شيء سريع جاي يمشي سريع من تضغط المكابح كأنه سيارة من تضغط المكابح موت تبقى شوية تفتر العجلة على الدور توقف فأول ما سويت على المارجينيشين أول ما ضغطت المكابح أول ما تسقط بالسيلكتين بطعت سرعتها بس مو بشكل كافي على موت توقف لا لازم شوية تدحرج شوية شوية يارا توقف بالأخير ماكو سيارة مثلا تضغط المكابح بسرعة توقف لا لازم تأخذها فد مسافي يارا توقف وهي شيء فهنا الكريات دم البيضاء حمانا ببداية يصار بها مارجينيشين تصلت بالرسبترات هذين سيلكتين وراها رح تب شوية تفتر على مو تتخفف من سرعتها يارا الدور توقف من تفتر نسميها بالرولنج وراها لا الدور رح يصير من وقفة من وقفة هسه نسمي هاي العملية بالأذهجين من وقفة نسمي هاي العملية بمن بالأذهجين معناها تكون أترست أوكي بدون حركة ورا الأذهجين تجى عملية الترانس ميغريشن الترانس ميغريشن معناها انتقال كريات الدم البيضاء من داخل وعاء الدمو الى خارج وعاء الدموي هذه عملية الترانس ميغريشن فس اول شي عندي المارجينيشن انتصار كريات الدم البيضاء بالرسبترات ما تسلكتين وراها صار عملية رولنج وراه رولنج اديجين اديجين وراه اديجين دخلت لي صار عندي ترانس ميغريشن هنا هنا فد رولنج بالميكروسكوب يعني الرولنج ما تكونت الدم البيضاء هذا وريد وهذا الشريان والعملية الصغيرة بالوريد مثل ما قلنا في جسد جسد العجبات المهم خلصنا من هذا الفيديو فقط علمتكم هس الطريقة اللي راح اصير بالكريات الدم البيضاء هس اول شي عرفنا المارجينيشن وقلنا شنو هي الرولنج عرفناها الادهيجين عرفناها والميغريشن او الميغريشن عرفناها شنو هي زيان بالفيديو مثل ما عرفناها بالفيديو وهذا كشرح عنهم نفس الشرح اللي شوف نفس هذا اللي حجيت لك يعني موجود هنا بس هنا مطيك انواع السليكتين الذين اللي تسقن بكريات الدم البيضاء عدنا نوع A ونوع B ونوع L نوع A موجود بالإندوثيل السير بشكل عام ال B موجود بالبلاتيليت اللي هي هذا الصباح الدموية وكذلك موجود بالإندوثيليوم طبقة والإندوثيليوم والأل السليكتين موجود بالسورفيس بأغلب اليوكوسيت هذا هنا صار على شكل صورة هذا الفيديو اللي حجيناها كلية ونجد كريات الدم البيضاء أو هنا خلية بها انفكشن فرض هنا خلية بها انفكشن ودت لفد إشارة ما للنجدة مثل مثل السيتو كاينيز لأن الناس رح ناخذ الإشارات بالنجدة اللي سميناها سيتو كاينيز رح يأثر لعلمن رح يأثر لعلى الاندوثيلي رح صير المات من المات الوعاء الدموي بالتالي رح تطلع لتطلع للسليكتين سليكتين ب سليكتين إي سليكتين أل شرح تسوي السليكتين تتصل بما تتصل بالكريات الدم البيضاء نسميها بالمارجنيشن وراها رح تفتر كريات الدم البيضاء على متقلل من سرعة نسميها بالرولنج ورا الرولنج توقف كريات الدم البيضاء عشان نسميها بالأدهيجن ورا الأدهيجن رح تقبل كريات الدم البيضاء من و الى من داخل الوع الادمو الى خارج الوع الادمو يسميها بالترانس مارجينيشن او ترانس ميقريشن هذه كل العملية اللي يصير هنا هذه الاتيشن من الساعة اخدناها ما به الشي الاتيجن معناه شنو يقل لك انه عدفة ترتبط بالليغاند يعنى شنو ترتبط بالليغاند يعنى شون المكعبات هزا المكعبات موش يرتبط بشي زيان وتثبت هزا هنا الاتيجي نفس الشي انه تقول الاكوفيد موجودة وين بالليوكوسيت ترتبط ويعمل ويه الليغاند اللي موجودة علي من على السطح هذا ما ترسبت الراس ما تلسلكتين وتوقفوا مكان ها هيدش يعني مثل المكعبات ها عملية الترانس ميقريشن اللي هي عملية انتفع الكرات الدم البيضاء من الداخل الى الخارج سميها بالديابي ديسيز هذي خافة يعني تعرفها هاي العملية سميها بالديابي ديسيز هذي كصورة يوضح بيها ما بيه الشي هسا نجي الى من الدور نجي الى العوامل مات النجدة مثل السيتوكاينيز يعني الاشياء اللي تطلقها الخلية اللي بيها انفكشن على مود تروح تحفز الجدار مات الوعاء الدموي على مود يطلق لك رئيات الدم البيضاء موهي شي فذني مثال عليها مثل من مثل بكتيريا بروتكس المخلفات البكتيرية هاي المخلفات البكتيرية اللي عصرت بخلية معينة راح تؤدي او تحفز لي الغشاء مات الوعاء الدموي او طبقة الاندوثيلي ومات الوعاء الدموي على مود يعني تمسك لي بالليوكوسيت زيان او سيتوكاينيز مثل ما عرفنا مثلا او كومبينت أوفذ كومبليمت سيستم الشيخص اللي بيها بالكومبينت كومبينت أوفذ كومبليمت سيستم هنا يعني فد مركبات هذه المركبات يعني مها مركبات كيميائية ما ندخل بيها بشكل ديب بس انه يعني بس اخذها يابا اخذها انه هذا الكومبينت سيستم هي عبارة على مركبات كيميائية هي بها سي ثري سي فور الاخره تعمل على تحفيز الوعاء الدموي على مود تصير عملية انتقال اليوكوسيت بشكل عام كذلك الرابع الى بروتكس الايبوكسيجينيز باثوي الايبوكسيجينيز باثوي عبارة عن مجموعة من الانزيمات هذه الانزيمات تعمل على تنظيم الاستجابات المناعية للالتهابات زيان عن طريق شنو عن طريق افراز ما يُعرف ب اعتقد هي تش يمكن البرو انفليميتوري البرو انفليميتوري مثال عليها ما يُعرف بالليوكوترينيز اليوكوترينيز هي عبارة عن يعني ممكن انزيم اليوكوترينيز هي تش يمكن انزيم يتفرز عن طريق الايبوكسيجينيز باثوي و تحفيز لي يعني نسوي لي تحفيز يعني نقل للكوريات الدم البيضات تعايبة هنا المكان ماتش يعني متش تعظم مجرد هذه هي الانواع مالتهم زيان بعد يقول 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 اليوكوترينيز من توصل للخليل اللي صار بها الخليل اللي تكون مصابة بالبكتيريا او بالبيروسات بهاي الحالة ش راح تسوي راح تفرز لانزيمات هذا الانزيمات تفرز من اليوكوترينيز ونصير تصبح الخليل المصابة على مجنو على موت تخضم لياها وتتخلصنا منها بشكل عام هاذفت مقطع histological مقطع نسيجين لاحظ انه هذا الوعاء الدموي مثل ما تلاحظون قدامكم واللاحظ انه كريات دم الحمراء صار بها condensin بالداخل بوسط الوعاء الدموي هس هذا الوعاء الدموي بها فاسو دليتيشن متوسع والكريات دم الحمراء شبهها صارة صارة متوسطة بالنص شون مساعة قلت لكم ترا كريات دم الحمراء اذا صار اكو فاسو دليتيشن راح تبقى بالنص ليش ان البروتينات راح تطلع لي بره تبقى بس كريات دم الحمراء تبقى بالنص اما اليوكو سيت اليوكو سيت راح تصر بالاطراف مثل ما وجدت لكم همينا بالاطراف وعن طريق عملية او اللي سميناها بديها بديسيز هاذي راح تطلع لي بره كريات دم البيضاء راح تطلع لي بره مثل ما تلاحونها بهذا الشكل هاذفت مقطع نسيجي واضح لي العملية اوكو وصلنا للمقطع الاخير وهو انه شنو تتكيف شنو تتكيف الخلية على موت تمنعها في سمن النصابة او موت تمنعها في سمن النصابة شنو التكيفات اللي يسويها الخلية على موت الطيب مثل ما بالمعنى اول شي الاكسوديات شنو عرفنا من الاكسوديات يعني لي خروج البروتينات خروج سواء الى خارج الجسم زيان؟ الى خارج الوعى الدماء والعفو زيان ليش انت ما سألت نفسك ليش انو من يصر عندي انفكشن يصر عندي البرى البرى ايم بروتي تطلع لي بره اولا البرى ايم بروتي تزداد زيان بالتالي تطلع لي البروتين والفلويد يطلع لي اللي بره الى خارج الوعى الدماء وليه صار حي شي شنو راح يفيدني هذا يقول انه مثلا الاميوغليوبيونس الاميوغليوبيين الاميوغليوبيين هو عبارة عن احد البروتينات اني موجودة بالدم مثلا هذا اذا طلعت لي بره شرح سويلي شبكة شبكة من الالياف او حتى الفايبرونوجين راح سبب لي شبكة من الالياف تحيط لي بالبكتيريا وتحيط لي بالخلية المريضة على موجود ما ينتشر زيان هاي قسم المعلومات اللي يقول هيد شي كذلك انه مثلا الاميوغليوبيين اذا طلعت لي بره راح تأمل على تخفيض كمية التوكسيتيسي اللي يصير لمنين اللي يصير بسبب البكتيريا اللي يصابت لي هذه الخلية يعني اكيد هذا البكتيريا راح تنطين في لفد توكسيك اجين او توكسيك افكت بكتيري العصابة تخليها معينة بالجسم و راح سبب لي فد تأثير سمي فهذا الاميوغليوبيين تعمل على تخفيض السمية يعني هاي فاعدتها بالبداية قروج البروتينات الى خارج الوعاد دموي هاي فاعدتها كذلك يعني هاذ المواد اللي تعمل على جثب الكرافة دلم البيضاء لهذا المنطقة والفابلينوجين كذلك والديروتوت توكسيك كذلك يعني يعني شنو يعني من صر عندي او انفكشن بشكل عام و راح تزاد راح تطلع البروتينات اللي بره و الفلويد يطلع اللي بره و عرافنا ليش يطلع البروتين و الفلويد ليش ليش لانه على ما تقلل السمية مات البكتيريا زين اذا اطلع اللي الفلويد و البروتين لي بره اش راح يصير باللمفاتيك سيستيم عايز ذات شغله راح يسحب لي كمية اكبر من البكتيريا و من الفلويد و من البروتينات اللي موجودة بالانترستيشور سبيس و اللي اخذناها بالبارت الثاني اسحب ليها الملئة لداخل الجهاز اللنفاوي بالتالي وين راح تروح للعقد اللنفاوية اللي راح تجمع لي هذي المواد الضارة زين و ما دخلية انتشر بالجسم و ممكن يصير بها الا رجمات ذاك الوقت زين بعد النقطة الثانية صير هنا الخلية من راح تسحب المواد الغريبة او تسحب يعني البكتيريا من قبل الجهاز اللنفاوي فرضا هنا صار اكو تصفية للجسم انا جايزا اصفيا الجسم من جميع المواد الغير خير مرغوب بها على موت ما سبب لي فد مشاكل اخرى نقطة الثالثة ليه صاريكو فاسودريتيشن بالموضوع من صار عندي انفكشن ليصار عندي فاسودريتيشن ليش لان الفاسودريتيشن راح يؤدي لي لها زيادة زيادة البلودفلو الى هذي المنطقة اذا ازداد البلودفلو الى هذي المنطقة راح تزداد الـ temperature مات الحرارة راح تزداد الحرارة مات الجسم بذيش المنطقة ليش؟ لأنه على مود مثلاً هسا انت إذا شخص شوية ما يقدر يتنفس ما يقدر تنفس، تخليه مكان بيتهوية، وتخليه مكان ما بيتهوية هكذا تخليه مكان بيتهوية، فإنت إذا هسا عندك المنطقة الفلانية مصابة إذا تحتاج إلى توصلها مغذيات، مثلاً المريض، المريض يطلون أكل، يطلون فوقي، يطلون كذا على مود يتقوى فالمنطقة إذا هي مصابة، لازم أصل إلى أكبر كمية من النوترشين والبلاد على مود يعني تحارب للإنفكشن، ويطيب، المكان يطيب، فلازم أصدر عندي فاساوليوتيشن بعد الرابع، بالبين أنت إذا عندك إصابة بالمرفق مالتك، فرضاً عندك إصابة بالمرفق مالتك تقدر تحركه بعد؟ ما يقدر تحرك المرفق مالتك، مهي شيء، أو إصابة بإصابعك، صار مثلاً أكو إصابعك يورم كلتها صار بإنفكشن أو صار بحرق ورن كليته بعد تقدر تحركه صار لوس فانكشن راح يقوم يوجعك سينت شن الغرض من هذا الوجه ليه صار هو هو مصاب وتشتغل عليه عادي ليش هياها قدرة إلهية يعني على مود شنو على مود هذا المنطقة اللي انصابت ما تقدر تحركها ليش ما تقدر تحركها على مود ما زيد عليها الضغط تخليها مرتاحة تخليها بحالة ريست على مود تقدر تجد نفسها بنفسها بمرور الأيام وترجع طبيعيا إذا تشتغل عليها وهي منها تعبانة وهي منها مصابة بها ما راح طيب يعني هي أصلا ما تحتاج جهد هي جاية تريد تصير بحالة ريست على مود تجمع قواها من جديد وتبني نفسها من جديد وتتغلب على الإنفليميشن فهذه هي الطرق الأربعة اللي من خلالها تقدر يقدر الجسم يعني يكافح فيه أنه ما ينصاب أو يتأثر بالإنفليميشن لهنا وصلنا لنهاية البارت إن شاء الله تكون مفهوم بالتوفيق